لكن خلينا بداية ننعي إلى الشعب السوداني شقيق وإلى ودي النيل كله رحيل واحد من الإعلاميين الكبار الأهلوية الجمال كمان الأستاذ الكبير السر أحمد جدور كما ينطقه الأشقاء في السودان السر جدور رحل عن عالمنا اليوم رحل في القاهرة ودفن في القاهرة لأنه عشق القاهرة منذ أن جاء لها في مطلع السبعينيات محبا وشاعرا وأديبا وقاصا وروئيا وإعلاميا ومزيعا وحاجات كتيرة أو الحقيقة كان هذا الرجل كشكول في الأداء في كل مناحي الفنون والأدب دا يا جماعة في السودان الأبنود بتاع السودان فوفته المنية اليوم في القاهرة ودفن فيها وأنا أتعرض لبعض جوانب من حياته الثرية للفقيد الكبير الجميل صاحب الروح المرحة كل الدعاء بالرحمة يا رب ولأسرته والمحبيه ولجمهوره في السودان وفي مصر كل التعازي والدعاء بالصبر إن شاء الله كان حاجة شديدة الاحترام كان رجل محبا لمصر والنادي الأهلي كانت همزئة وصل طيبة بين الشخيقين مصر والسودان رحمة الله عليه حياته ركفره وسوف نفتقده الفرحمة ونور على السر أحمد جدور طيب